تمام طيب برضو عايز اعرف من حضرتك الموضوع الخاص بانه في يعني مثلا من ضمن البنود المكتوبة لايجوز لمحل بيع او تقديم مأكلات او مشروبات تحصيل حد ادنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص ورسم لايجاوز 20 الف جنيه يعني ايه اقول لحضرتك هو طبعا انتشرت حاجة اسمها المينومو متشارج الحد الادنى انتشرت في محل كتير والاصل في التشريع انه مش مسألة ان انا امنع لا انظم مش امنع فانا اللي عايز ياخد مينومو متشارج معناش مانع هياخد رخصة ويتحطوله في رخصة ان في حد ادنى للخدمة المينومو متشارج بس في المقابل انا هاختر الضرايب هقول للضرايب الراجل ده بياخد حد ادنى كذا هو اصلا مش اللي بيحط المينومو متشارج ده مفروض انه ده مؤسسة تتبع السياحة لا 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 ما هو رس حضرتك الخلط هنا ليه منشأة عادية جدا في شارع عادي جدا اقوم ايه عشان اتمتع بخدمة المينومو متشارج اسيب المحليات واروح على السياحة اخد رخصة ما ده بنفكر اشتباك القانون ده عشان فكر اشتباك ما بين الترخيص السياحية لو تفتكر في القاهرة كان حصلت حالة واحد موت واحد في كافية ايه بالضبط نزل الحي قصر المحلات كلها قال لك دي غير مرخصة الناس سرخت وقال لدي احنا مرخصين واخدين رخصة من السياحة الحية مردش يعترف بيها وقال لهم سياحة ايه 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 ده اللي قاعدين مصريين وسكنين في المنطقة ولا فيهم سواح ولا في حاجة سياحية صح صح المسألة كلها ان انا عايز احط بس كلمة يافتة منيومو متشارج كنوع من انواع الوجاهة يعني بيدي نفسه بريستيج عشان طبقة معينة تروح له ماشي احنا مش هنمنع لان لو منعنا هيتحايل لكن احنا هننظمها ايه هنديك رخصة منيومو متشارج بس سيادتك تبقى عارف لا هتكلفة هتتفعها للدول يعني الدرائب هتبقى عارفة عارفة انه هو بيختر الدرائب المركز الترخيص بيختر الدرائب ان المحل بتاع سيادتك ده بيتمتع برخصة الحد الادنى للخدم وقدرها كذا يبقى في الحالة زيدي اما ييجي بتاع الدرائب يقدر لي ارباحي هيبقى حاطت في اعتباره ان انا حاطت منيومو متشارج ان انا بكسب كتير ده حقيقي طيب فيه كمان بند مكتوب بتاع الشيشة كحدك بتقرى لا ما هذه تساؤلات الدراء دلوقتي بس هي الفكرة بقى انه يعني هل موضوع الشيشة ده ممكن يرخص يعني انا كنت بتخيل انه ده مش هيحصل لا هيحصل بص حضرتك احنا محافظين كثيرين ومسؤولين كبار منعوا الشيشة اه فانتشرت الشيشة العكس هو الله حصل ليه لان الممنوع مرهوب اه بدل ما نمنع ننظم قصة المنع دي في التشريع قصة فيها غباء لا انظم سيادتك عايز تعمل شيشة حطلك الشتراتات الشيشة يبقى مكان خاص مغلق له تهوية بطريقة معينة فيه شفطات فيه بتاع وقدم الشيشة وحضرتك خد رخصة الشيشة وحطها في رخصة يبقى انت بتقدم شيشة والضرائب برضو عارفة يعني معنى كده القهاوة اللي بتحط الشيشة على نصة الشارع دي لا لا هنفع مخصص الاشتراتات الصحية بقى هنا تتدخل لازم ان حافظ على الصحة العامة طبعا للوقت انا جارج غير مدخل انا فعلا غير مدخل لكن لو فرضنا انك حطتيني في مكان فيه عشرين تلاتين واحد بيدخانه هدخن تدخين سلبي تدخين سلبي وضار جدا لان حتى الاجهزة المغلقة الاماكن المغلقة اللي فيها تكيفات الدخان بيخش ويرجع تاني يخش ويرجع تاني انا بتنفس دخان على طول صح فلازم يبقى المسألة تتنظم وكل العالم بيعمل كده حتى تلاقي في المطالات برا مكان اللي اللي عايز يدخن بيخش حجرة مغلقة ومتهوية بطريقة معينة وفيها شفطات يدخن